اهلا بكم الى موجزة ظهيرة على قناة الحدث الافريقي ينظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة بلهم اللارخ نفرة بشراكة مع الوكالة البلجيكية لتنمية اينابل سلسلة من الندوات طيلة شهر غشت حول موضوع مواكبة استثمارات مغاربة العالم بجهة بني ملالخ نفرة توصلت شبكة المساجد في المغرب حلال سنة 2021 بالتوسع إذ بلغ عدد المساجد التي شيتتها مزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 11 مسجدا في 6 من جهة المملكة وذلك في إطار تنفيذ مخطط المساجد رؤية 2017-2021 وتصدرت جهة تنجة تتوانا الحسيمة قائمة الجهة الست التي شيدت فيها المساجد خلال سنة الفارطة بثلاثة مساجدة تلتها جهة الرباط سنة الكوناترا والشرق ومراكوش آسفي بمسجدين لكل جهة ثم فاسم كناس والعيون السقي الحمراء بمسجد واحد أفاد تقرير أمريكي حديث بأن المغرب يعمل بجد لتعزيز تنمية الاقتصادية المحلية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتحدث التقرير الصادر عن المركز الأمريكي مع حد السياسات العالمية والمعنون بطريق المغرب لتنمية عن تحويل المملكة إلى مركز أعمال إقليمية من خلال خلق مناخ أعمال يشجع المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن ظروف مواتية إذ أن الدولة تخطط للاستفادة من وطعها الفريدة كدولة متعددة اللغات العالمية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في أحدث القطاعات حسب باولو فونشيراس رئيس المركز الأمريكي سالف الذكر إفريقياً اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية وتجارية رئيسية الجمعة على بدء محادثات يوم الاثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ أعلنت وسائل الإعلام التونسية في وقت سابق أن سائحاً خليجياً تعرض للتبح في بنزارت ورجحت أن يكون المقتول القطري الجنسية بينما نفت سفارة القطرية في تغريد على تويتر ما تدولته وسائل الإعلام على أن المجن عليه في حادثة بنزارت يحمل الجنسية القطرية وعبرت عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه وثق مجلس النواب المصري أمس السبت خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام وكان الرئيس المصري عد الفتاح السيسي كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزرية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء شملت تغييرات حقائب التربية والتعليم وسحة دوليا أطلق مسلحون من طالبان السبت النار في الهواء في كابل لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان حسب صحفيون من وكالة فرانس بريس وصارت نحو أربعين امرأة يهتفن الخبز والعمل والحرية أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد نحو خمس دقائق من بدء التظاهرة وطارد مقاتل والحركة بعض المتظاهرات وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق حذر مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية أليكساندر دارتشيف في مقابلة مع وكالة تاس حذر الولايات المتحدة من العواقب في حال مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا وفي ظل الواقع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة فإن أي أصول مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالجانب الروسي بما في ذلك الممتلكات الديبلوماسية تبقى معرضة لخطر متزايد بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز دمدن في أمان الله إلى اللقاء موسيقى